أكثر من 16 ألف أسير ومختطف ومفقود مصيرهم تحدده مباحثات مرتقبة في الأردن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن أن مباحثات بشأن الأسرع ستنطلق في عمان الثلاثاء المقبل الاجتماع بحسب بيان المبعوث للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرع والمشكلة من ممثلين عن الحكومة والحوثيين يترأسها مكتب المبعوث الأممي بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسبوعان مضي منذ آخر اجتماع فني عقد في عمان ويأتي هذا اللقاء أيضا ضمن الجوالات الفنية بغرض متابعة تنفيذ الاتفاق عبر مناقشة الخطوات المتخذة من قبل الأطراف على أمل الوصول لقوائم الأسرى النهائية قوائم ورغم الإعلان عن اتفاق السويد أواخر العام الماضي إلا أنها ما زالت متعثرة ولم يتحقق منها شيء ملموس حتى اللحظة ويرجع الفريق الحكومي في لجنة تبادل الأسرع السبب لتعنت الحوثيين فالميليشيا ما زالت حتى اللحظة تنكر وجود مختطفين ممن هم لديها وبحسب مكتب المبعوث الأممي فإن تطبيق الاتفاق تعرقل بسبب تباين بين الموقعين عليه في تفسير عدد من بنوده وبين صعوبات حقيقية وأخرى مفتعلة يبقى المضي قدما لتنفيذ اتفاق الأسرع أكثر من مجرد تقدم سياسي بل ضرورة إنسانية ملحة للآلاف ترجمة نانسي قنقر